حافظوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشاء الله نشاء الله لما انت او مرة تشوفوني لا تنسوش في لايك الله يخليكم كاملوني بقى 50 الف عشان نكبر قناة تبقى ربيكو أكيد النهاردة هناكل صادة شور شوف هنعمل ايه طول النهار بالتبصير ملاش دعوة انت يا محمود خشت عشة انت يا خورة انت حكاك ده كان صغير صغير كان القلقاس ودخلت عليكم بقتل ما يلقيته خالصا يا اخدي خالص. القلقاس كان بس على روح خالص. وزي ما قال عادي الامام القلقاس. هو في كمان القلقاس هندي. ايوه في القلقاس هندي وغير القلقاس المصري تماما مية وتمانين درجة. النهاردة بقى وريكوا بصوا كل المكونات دي عملناها كل واحدة فينا عملت حاجة. يعني مسلا كنت انا مسؤولة من السمك المحمر. وكمان كنت مش رهي الموز اه واخدين بقى لكم الموز. وبعدين اه كل واحدة فيهم بقى عملوا ايه نوعين نوعين من الخضرة. علشان نخلص بسرعة ونكل بسرعة. وبالليل كمان كل واحد كان علي حاجة بنحضرها من البيت وجابينها معينا في بيت العيلة. وبقين نعملها. طبعا انا عملت في اليوم ده. هقول لكم بقى انا عملت ايه بالتفاصيل. تمام? عملت وكان طعمه خرافة. بس الصراحة الكريم الجاهي. انا قلت بقى حاجة في الصراحة كده مش لازم اعمل الصوص ومش عارف ايه وتعب نفسي. قلت اجيب الصوصات الجاهزة دية. الملك ميد والكاراميل الصوص الجاهز علشان اه الحليب السائل يعني الجاهز علشان اه يعني خلص ننجز يعني. بس الصراحة اللي انا بعمله في البيت بيبقى احسن بكتير. اللي هو بتجيبنا وكده. هقول لكم بقى انا عملت ازاي الكفتة. جبت النحمة الاول وبهرتها وحتى عليها ايه بقى? فلفل اسود وشوية كوركم. وطبعا بص انا بوريكم لانا ايه? عايزة مستعجلة وكان عندي حاجات كتيرة جدا اعملها كزا حاجة في اليوم ده. فكنت مستعجلة يعيني فما كنتش مرة كزا وانا بصور. قلت بقى انتو اتسمحوني بقى اكيد صحي كده? فا اقول لكم بقى اعملت ازاي اللحمة. احنا ما عندناش هنا لحمة مفرومة خالص. اللحمة المفرومة اللي بمتقول لهم هاتوا لحمة مفرومة بيجبها له ازاي ما شايفين كده دي. فانا باضطر اضربها مرة واثنين. اه بديها يعني وشين في الكبة بيطلعوا نعم وحلو الصراحة. اه اهم حاجة تضربوا الاول الدهن الوحده. تمام? ما تضربوش كلوا مع بعضه علشان الدهن ممكن يقور معك. وديكي كده نتجة مش حلوة. تمام كده? اه حطيت بقى ايه على البهرات? حطيت زنجبيل بودر. اه بصل بودر وطوم بودر. وكمان حطيت بابريكا وفلفل اسود. وكت حطة اه معلقة اه من اه معلقتين يا ربي من النشا علشان تمسك كده ومتقعش مني على السيخ واحنا بنشويها. تمام? طبعا محطيتش اي دهون ولا اي حاجة اصلا فيها الدهن. يعني محطيتش زيت ولا اي حاجة خالص خالص. وحطيت بقى ايه كسبرة كده وعجنتها كويس اوي اوي زمان انت شفته وخليتها على جنب. دي بقى عجنت السينابون رون بتدعت معي جميلة جدا جدا يارب تجربوها. اه دي اه زبدة غير مملحة عايزين تجيبوا مملحة براحيتكو خالص. وده كاكاو خيم. وطبعا عندي هنا اه القرفة وسكر اه البني. مع عندي جي السكر بني ما فيش مشكلة خالص. حط السكر عادي الجيش قال لك ايه? اه اه اتصرف يعني اتصرف اي حاجة اه موجودة عندنا وخلاص. العجنة نفسها عبارة عن البع معالق من اه الدقيق. عليهم واحدة بيضة. اه معلقة من اه معلقتين من الخميرة. وحط كده شوية من بيكنج بودر. ومعلقتين من السكر. واخدت مني كوباية من الحليب. بس كده. عجنتهم كويس اه والزبدة يا ربي. حدت عليها ميت جرام زبدة. وانا بعجنها. تمام كده? عجنتها كويس. وصبتها حوالي نس ساعة كده تخمر. بعد كده فردتها زي ما انتم شايفين. وحطت اه 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 الزبدة. اه قفلتها خالص بالزبدة. حدت حوالي خمسين جرام من الزبدة. اه في العجنة بين جوه. ورشيت بقى ايه حطي بقى سكر زي ما انت عايزة. عشان ديت لعني كده ايه مسكرة وحلوة كده. تمام? بس نصيحة مني الناس اللي بتحب القرفة كتروا القرفة عشان تبان فيها. وحطوا كمان اه كوكا وبودر. عايزين تحطوا فيها كتعة شوكولاتة. اه اه عايزين تحطوا فيها مقصرات في اه قبل ما تلفوها. براحتكم خالص خالص. انا حطيت معلقتين كبار من اه الكوركوم ايه? ده انا الشكل ده هخوش عمل اكل هندي. اه رحت بقى حطيت اه معلقة كبيرة او معلقتين من القرفة. انا من العشاء القرفة. بحب القرفة جدا. او معلومة اللي هي بتخص جدا. بس طبعا مش في الرول اه في السنابون يعني. هو بيخصص هو بالكمون. الناس اللي عايز تخص تغلي تحط كده مية سخنة. وتحط عليها معلقة من كبيرة من الكمون ومعلقة من اه القرفة وتشربوها كده وتخصوا ان شاء الله. اه طبعا حطيت هنا بقى رشات الزي ما انتم شايفين بردك الكاكاو. زي ما انتم شايفين كده. وعايز ان تكتره كتره اشان يبقى الطعم حلو. هتلف فيها بقى خالص. الرول خالص لفيه. تمام كده? وبعد ما تلف فيه. مفروض تقطع اصلا بايه بالخيط. بس انا قلت ايه كان العجينة طرية جدا جدا معاه زي ما انتم شايفين. لو اه لقيتها اعتراز ده على اللزوم امسحي بايدك بشوية زيت واللي فيها لا تلف معيك بسرعة جدا. طبعا انا هنا جلت صنية وده انتهى. وهبدأ اقطع بالسكينة. شايفين الجمال طحفة. ما قولكوش قدي ايه كانت طعمها خطير وهشة جدا جدا. طلعها معي جميل. انا شعارفة ليه? السينامون غالي جدا برا. القدر بتوصل لمية وخمسين ومتين يعني غالي ليه كده? يعني عشان شوية مكسرات ما نحطها مكسرات ومزبطت الدنيا. سيبها تخمر خالص مرة تاني بعد ما تقطعيها. بعد ما تخمر خالص هتدخليها الفرن. بعد ما تخرج من الفرن هنعمل ايه? ها? العلوط برضا عليها الصوز الجاهز. اما تعملوه في البيت. اه ويا ربي كده ما كنتش طورت عليكم. يكون آآ آآ اليوم كان معانا صراحة جميل جدا. فرحنا جدا بلمة العيلة والاغاني. وآآ طبعا هم مش مش بيشغلوا يعني الاغاني كده بميوزيك. بهم بيقعدوا يطبلوا كده على اي حاجة في اي حاجة. علشان يعني فرحة الاولاد. بس كده ومع السلامة اشوفكم في حاجة تانية مع السلامة. فكم لله من لطف خفي. فكم لله من لطف الخفي. فكم لله من لطف الخفي. فكم لله من لطف الخفي.